قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم إن بلاده تتجه نحو المرحلة القادمة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في حال لم تقم الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بتنفيذ التزاماتها وفقا لما أفدت به وكالة إيرنا للأنباء مؤكدان أن خفض الالتزام بالاتفاق يأتي عقب انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار لعام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة أدت إلى تراجع الريال الإيرانية مقابل العمولات الأجنبية